بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما سبق في القراء أشهر القراء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ثم في عهد الخلافة الراشدة وذكرنا أن عمر رضي الله عنه كان يرسل القراء إلى الأمصار وذكرنا أنه أرسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة وآثرهم به على نفسه رضي الله عنهم كذلك الشام بعد فتح بلاد الشام كتب يزيد بن أبي سفيان والي الشام رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه جاء فيها إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعني يا أمير المؤمنين برجال يعلمونهم فدعى عمر أولئك الخمسة معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أيوب رضي الله عنهم فقال لهم إن إخوانكم من أهل الشام قد استعانون بمن يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين فأعينوني رحمكم الله فأعينوني رحمكم الله بثلاثة منكم وإن أجبتم إن أجبتم فاستهموا وإن انتجب ثلاثة منكم فليخرجوا يعني إذا كنتم كلكم تريدون فلتستهموا ليخرج ثلاثة منكم وإن انتجب ثلاثة منكم دون الباقين فليفعلوا فخرج طبعا تركوا قالوا أبو أيوب رجل كبير وهذا سقيب كان مريضا عبي بن كعب وبقي في المدينة فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء رضي الله عنهم فقال عمر ابدأوا بحمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة ثم قال فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد بما نذهب إلى حمص وأقرئوهم القرآن فإذا رضيتم عن حالهم وقد بلغوا مرحلة جيدة في تعلم القرآن فليبقى فيها واحد وليذهب البقية إلى غيرها وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين فقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين وأما معاذ فمات عام الطاعون الذي يسمى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة من الهجرة وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فمات بها سنة أربعين وثلاثين من الهجرة وأما أبو الدرداء فلم يزل بدمشق حتى مات سنة إثنتين وثلاثين رضي الله تعالى عنهم وأرضهم هذا يبين لنا إخواني أهمية الرحلة والتنقل في البلدان لتعليم النفس هذا منهج شرعي وهو من أنواع الهجرة ومن أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى فينصر هذا الدين بالجهاد بالسيف وبتعليم الناس القرآن فإنما ينصر الدين بكتاب يهدي وسيف يحمي فكان الصحابة رضي الله عنهم يرحلون ويتنقلون في البلدان من مكان إلى آخر ليعلموا الناس القرآن وفي هذا تنبيه لكل من آتاه الله علما أن يعلم هذا العلم فإذا وجد أن البلد الذي يعيش فيه فيه من يكفي وقد تعلموا فينتقل إلى مكان آخر يحتاج إلى التعليم وهكذا لأن تعليم الناس واجب وهو شرف عظيم وواجب مهم من واجبات الولاة الذين ولاهم الله على المسلمين ومن واجبات العلماء الذين أنعم الله عليهم بهذا العلم فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع حبهم لمدينة رسول الله وحرصهم على البقاء فيها إلا أنهم آثروا التعليم والتنقل في البلدان لأن ذلك أعظم وهو واجب عليهم رضي الله عنهم فقاموا به أتم قيام فنجد أن أكثر الصحابة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لو تأملنا أماكن وفاتهم لوجدنا أنهم قد توفوا رضي الله عنهم في أماكن كثيرة ويمكن أن يقال بأن المدينة قد تكون لم يمت فيها إلا عدد ليس بالكثير وأكثرهم رحل منها ومات في أماكن كثيرة فهذه الرحلة لتعليم القرآن وهي نوع من أنواع الجهاد الذي ينبغي أن يحرص أهل العلم عليه وطلبة العلم عليه وما أكثر الأماكن التي تحتاج حتى بجوالنا في القرى والبوادي والأماكن البعيدة والدول التي ليس فيها علماء ولا طلبة علم يحتاجون فينبغي لطالب العلم أن يحرص على تعليم الناس والذهاب ولو في الأوقات المناسبة من الإجازات ونحوها حتى يعلم الناس القرآن ولو لم يعلمهم إلا القدر اليسير الضرور الذي يحتاجونه حتى يتعلمون أمور دينهم في خلافة عثمان نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه جمع في عهده المصحف وكتبة المصاحف العثمانية فعثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف ونسخ عليه عدة نسخ كان يرسل مع كل مصحف أرسله إلى مصر من الأمصار قارئ يقرئ الناس بما يوافق هذا المصحف فكتب الكتب المصحف وبقي مصحف في المدينة وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يقرأ في المصحف المدني وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة مع المصحف المكي وبعث المغيرة بن أبي شهاب مع المصحف الشامي وأبا عبد الرحمن مع المصحف الكوفي وعامر بن عبد قيس مع المصحف البصري وكانت جهود الصحابة الأوائر رضي الله عنهم الذين تصدوا لتعليم القرآن وجهود من سار على نهجهم من الصحابة والتابعين قد حققت أكبر الأثر في تعليم القرآن وكانت أكبر حملة عرفتها البشرية لتعليم القراءة فصار يلهج بالقرآن ملايين الناس آناء الليل وأطراف النهار وكانت تلك الجهود قد أرست أسس مدارس القراءة في الأمصار الإسلامية خاصة المدن الخمس الكبيرة مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام في دمشق على وجه الخصوص فجاءت هذه المدن وتكونت فيها مدارس للإقراء عن طريق الصحابة رضي الله عنهم الذين أرسلوا إلى هذه الأمصار فضرزت مدارس الإقراء ما يسمى بمدارس الإقراء وذلك في عصر الصحابة وفي عصر التابعين بصورة واضحة حيث كان هناك إمام مثلا في كل مصر ويلتف حوله الطلاب حتى كان هذا الإمام ومن حوله يمثلون مدرسة من مدارس الإقراء فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعلم الناس القرآن في البصرة وكانوا يجلسون إليه حلقا حلقا وكان يعلم القرآن خمس آيات خمس آيات رضي الله عنه كما ذكر ابن الجزري في غاية النهاية وجاء أبو عبد الرحمن السلمي إلى الكوفة مع المصحف الذي أرسله عثمان إلى أهلها فجلس في المسجد الأعظم فيها لتعليم الناس القرآن ولم يزل يقرئ بها أربعين سنة وبعضهم قال خمسين بعضهم قال سبعين فكان يقرئهم عشرين آية بالغدا وعشرين آية بالعشي ويخبرهم بموضع العشور والخموس وكان يقرأ خمس آيات خمس آيات أي في المجلس الواحد وكان أبو عبد الرحمن يبدأ بأهل السوق لألا يحتبسوا عن معايشهم واقتدى به عاصم في ذلك الإمام عاصم الإمام الكبير الذي سيأتي ذكره وحمزة الإمام الذي سيأتي كان يقدم الفقهاء من طلبة العلم ولكل مسلك ووجهة نظر فنلاحظ هنا حرص أبي عبد الرحمن السلمي على تعليم أهل السوق القرآن يبدأ بهم لأنهم لو تأخروا قد يذهبون ويتركون التعلم وهذا من فقه المعلم أن يبدأ بالذي عنده ما يشغله وإذا كان طالب العلم عنده استعداد أن يبقى فيؤخره لأجل أن يبدأ بمن سيذهب ويعطيهم شيئا من الوقت ولا شك في أن الذين قرأوا القرآن من التابعين كانوا كثيرين جدا وقد لا يمكن حصرهم ولكن الذين تخصصوا بالقراءة من ذلك العدد الكبير وجاءوا بعد الصحابة وقاموا بمهمة تعليم القرآن كانوا معدودين لأئما الكبار الذين تفرغوا للإقراء فاشتهر منهم في كل مصر جماعة وتصدروا للإقراء فعلموا تابعي التابعين قراءة القرآن ثم من خلفهم وكل جيل يعلموا من بعده حتى استقرت أو آل الأمر إلى سبعة من القراء المشهورين الذين سنتحدث عنهم في الفقرة القادمة التي سنتناول فيها إن شاء الله القراء السبعة ثم العشرة ثم الأربعة عشر الذين تفرغوا لإقراء القرآن وعرفوا به حتى صارت القراءة تنسب إليهم لعلنا نوضح هؤلاء القراءة السبعة والثلاثة المتممين للسبعة ثم الأربعة المتممين لهؤلاء نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وصدق عليه الصلاة والسلام عندما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية في صحيح البخاري إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أبو عبد الرحمن السلمي القارئ الذي تكلمنا عنه قبل قليل مكث أكثر من أربعين سنة وفي بعض الأقوال أنه أكثر من سبعين سنة في المسجد يقرئ القرآن فكان يقول هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد يقصد حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم خيرا على ما بذلوا وعلى ما علموا وعلى ما نشروا من الخير الذي وصل إلينا فلا نزال نذكرهم وندعو لهم لأنهم يستحقون ذلك ولن يضيع الله سبحانه وتعالى أجرى من أحسن عمل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع ترجمة نانسي قنقر